اهلا بكم. اوعوا يا جماعة حد فيكم يبلغ عني ويروح يقول لترامب ان انا انتخبت بيضا على الهواء. ارجوكم ترامب ناوي يرفع قضايا على الناس كلها وانا بصراحة مش حملة لقضايا ولا محاكم. ارجوكم منفضلكم. اللي فيكم عايز يعرف ليه ترامب زعلان ومخنوق وحيرفع قضايا وحيرفع قضايا عليه اصلا اتفرجوا على الفيديو ده. معكم يا سلطان ودي حكايات من الولايات. ترامب زعلان 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 منكم كلكم. وهو زعل وحش طول عمره كده من ايام زمان قبل ببقى رئيس جمهورية يزعل يروح رافع قضايا على الخلق الله كلهم. فاحنا منتظرين القضايا بتاعته. اللي حصل ان انتخابات السنة دي لم يسبق لها مثيل في تاريخ امريكا. ان اعداد كبيرة جدا من الامريكان تنزل تنتخب. السنة دي فيه 161 مليون امريكيين الذين انتخبوا. يعني من عدد اصوات الناخبين هنتكلم في 73.7 من 10 في المية من الناخبين نزلوا. دي حاجة ما حصلتش بتاريخ امريكا على الاطلاق. الناس بقى تعلمت مساعدة 2016 في الانتخابات بتاعت هيلاري وترامب. فيه ناس كتعملة تقول يعني هو صوت يعني اللي هيأثر يعني مش فعل. وفيه ناس كيتبقى فاكرة بقى ان جايين بقى من بلدنا فاكرين بقى ان انتخابات مطبوخة يعني وكده. لكن اللي حصل في 2016 واللي حصل السنة دي باين ان انتخابات مش مطبوخة يعني الا انتخابات بتاعت الرئاسة وانتخابات الكونجر الامريكي مش ممكن تكون مطبوخة. فالناس بقى لقت ان الصوت بتاعها بيأثر ودي حاجة مهمة فالناس كتير نفذت عشان تنتخب. الانتخابات بقى السنة دي كانت بتتم عن طريقين زي ما انتوا عارفين طريق البريد وطريق الايه اللجان العادية. ترامب من قبل بقى ساعد الحملة بتاعته كعمال يشكك في البريد ويقول لا الانتخابات عن طريق البريد مش هتبقى كويسة. طبعا الكلام ده خلى الولايات ومتقف وقفة اسد ويقولوا لا احنا عدى يازم نقوم بشغ كويسة قوي. ونقمن البريد ونقمن البالوس اللي حتيجي عن طريق البريد عشان الانتخابات تبقى ايه يعني كويسة. انتوا عارفين الانتخابات هي حاجة مش اوليلة هنا في امريكا. يعني انت لما تقول ان في انتخابات اتزورت زي طعنة في شرف التاريخ الامريكي. وما فيش ولاية عايزة تطلع انها ايه عملت شغل اي كلام. فالولايات بقى كل لها الحقيقة. حتى المحللين بيقولوا ان السنة دي الفين وعشرين اكتر انتخابات مش يتسموذ لي. مفيش فيها مشاكل. ب اللجان كانت لحاجات فيها ثالثة وبتموا بسرعة. يعني نظام ما حصلش ما حصلش قبل كده يعني. فالناس كلها بقى ايه راحت تنتخب زي ما قلت لكم. الناس المعظم الناس اللي انتخبوا عن طريق البريد هم الديمقراطة. معظم مش كل. بس عن طريق البريد كانوا ايه ديمقراطة ومتوقع انهم حيدوا اصواتهم لبايدن. ومعظم الناس اللي نزلت في اللجان كانوا من مؤايدين ترامب لانهم ايه ما قالوهم يعني الانتخابات عن طريق البريد مش كويس. فانت لما بتروح تنتخب عن طريق في اللجنة بتاعت الانتخابات انت لما بتدخل بيتدوك البالانس بتملاها. وبعد ما بتتملاها بتحطها كده في سكانر. سكانر بتروح معادية عليها. وبتفجل التصويت بتاعك على طرق اوتوماتيك. فعلى اخر اليوم ثلاثة نوفمبر يعني بالليل بدأت بقى ايه الاسوات طبعا بتبان بيعمل تابيوليشن بقى الاسوات ذي كلها اللي جات. وبان ان ايه ان الكف هترجح في ايه يعني ناحية ترامب اكتر. حتى كلنا قلنا كده كان بايدن وترامب قريبين من بعد بس كف ترامب كانت ايه رقحة اكتر. لان الاسوات اللي جات عن طريق اللي جانت عدت بسرعة وكانت بين النقاط. انا شخصيا واحدة من الناس على اخر ثلاثة نوفمبر اخر اليوم كده قلت لأ خلاص يعني ايه شكلها راحة لترامب يعني. وبعدين بدأت بقى ايه الحاجات اللي عن طريق البريد بتيجي. انتو عارفين البريد ده بيجي مثلا من برا امريكا. الناس الامريكان اللي برا امريكا بيصوتوا في السفرات فعبال بقى ما تيجي. وفي ناس بقى هنا في ا امريكا برضو بس البريد بيتأخر في نجوع وقرة يعني. انتو عارفين الامريكا مش كلها متاحة الدرف. فيها حيطة نجوع وقرة برضو عبال بقى ما البريد بيجي والكلام ده كله. فالمهم بدأت بقى ايه بتدي الولايات تعد الاصوات اللي جاء لهم عن طريق البريد. لقوا الكفة بدأت ترجح نحية ايه? نحية بايدن. وبعد ما بايدن كانت كفته خفيفة بدأت ايه? تتقل 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 لدرجة ان هي عدت ترامب. ترامب بقى الجنن. وراح تلع ا ايه يوم 3 نوفمبر بالليل بقى الفجر بتاع يوم اربعة كده. وقال احنا احنا كسبانين وانا كسبان الولايات فلانا وفلانا يعني ايه ايه ادى الولايات بقى بنسلفينيا وويسكونسا مش عارف ايش هوات الولايات كده ان هو متأكد ان هو كسبها وان اي حاجة بتحصل حتكون ايه? اه يعني تزوير في الانتخابات. فضلوا بقى يعدوا 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 فبدأت الكفة ترجح ناحية بايدن اكتر. حصل جنان في الشارع. نزل بقى الناس اللي هم السابور بتاعتهم وايه ونسا وقفوا قدام اللجنة وتقول stop that count. وايه فلعد. وفيه الناس الثاني بقى الناس يقول count that ballot. count that ballot. where are the votes? where are the votes? اللي هو يعني نعمل ايه حضراتكم نعد ولا نوقف العد. ايه الموضوع. وفيه بقى مؤيدين ترامب الحياة عملوا افعال غريبة جدا. ده واحد منهم مثلا. بكثير من هذه التقليد. الشيخ المتحدث من ترامب الحياة عملوا. بقى مؤيدين تكسف ووضع. للا الاسف يعني. فالمهم بقى ايه. أنا أكرم بديه فديو كده جميل قوي. بتاعت وحدة باستر. يعني رئيسة للكنيسة كده. وكانت بتدعي بتعمل دعوات دعوة كده لترامب. فدعت بالطريقة دي. و خلت ناس كلها تتكلم معا. اشتركوا في القناة اشتركوا عندكم ليه حضرتك يعني هو مفيش انجلز في امريكا رايحين تجيبوا الانجلز تطاف ما تسيبوا افراكيا في حالها يا جماعة ما تسيبوا افراكيا في حالها تعمل ايه عايزايا حتاخدوا حتى الملايكة بتوع افراكيا يعني شعارها لكن اهم حاجة في الفيديو ده الراجل اللي رايح جاي وراها ده الراجل ده بتعمل ايه وماسك كده تفهمش دي فوطل في ايده دي ولا اشه ان انت جاية منين يا جماعة والله ده يعني فطلتونا من دهك المهم ان ترامب بقى بدأ ي اتهم الولايات وقال حرف عضية على الولايات ان العد مش مظبوط فقال ايه حرف عضية على ميتشجن وبعدين ولاية بنسلفانيا وبعدين ولاية جورجيا وبعدين بنسلفانيا لو ايه ثانية واحدة مش انت قلت اترف عضية قالوا بقى ايوة حرف عضية بنسلفانيا مرتين وبعدين نيفادا وبعدين بنسلفانيا بنسلفانيا ثالث اه وبعدين اريزونا وبعدين جورجيا وبعدين بنسلفانيا بنسلفانيا رابع اربع مرات هترفع عضية على بنسلفانيا هي منسلفنيا دي ما لهاش حد يفق أياه يا جماع Who فقت براخ المقبلة ذلك وبعدين راح مودي جولياني هو اللي هو المحامي بتاع ترامب وقت بقل الكلمدين دول افهار اه بصراحة اه احنا حسين ان انتم فولز ده حيا فعلا انت حطيت ايدك على النقطة الصح يعني فرودي جلياني بقى بيطلع بيتهم الناس بيتهم الولايات يعني انهم بيعدوا بالوت بتاعة ناس اموات هو كان حصل حقيقة قبل كده في انتخابات ان بعتوا البالوت لناس توفت بس السيستم ما جيتش يعني السيستم دي نوت جيت ابديت ان الشخص دي توفى ما بعتلوش البالت فالسانات دي بقى هم عملوا حسابهم يعني الحقيقى اضبطوا البالتا بيز قالوا ان هم اضبطوها كويس قوي عشان ما يحصلش اللي حصل سنة 2016 لكن رودي جلياني يدعي يقول ان هم عملوا كده وقال كمان ايه بقى قال ان جو بايدن نفسه ملع خمسين بطاق يمكن ملع خمسمائة بالت خمس تلاف بالت جو بايدن بقعد فاضي بقى ماسك البالت عمال يمضي بالت 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 فبيقول يعني ان ايه ان فيه تزوير بيحصل وان فجأة بيلاقوا البالتس والبالت بتجيلهم من يعني بتيجي متأخر ده معناها انها البالتس دي مزورة الحقيقة لا البالتس بتيجي متأخر لكن هي المفروض تكون ستامت بيوم 3 نوفمبر هم قالوا كده ان البالت انت ممكن تبعتها لغاية يوم 3 نوفمبر اهم حاجة تبقى ستامت باليوم ده من البريد عليها الختم بتاع البريد لو وصلت للجنة بقى يوم 4 يوم 5 يوم 6 دي حاجة بقى خاصة بالبريد والنقل والطيارات والعربيات لكن انت بعت البالت في المعاد بتاعك فقالوا stop the count الناس قلت له مفيش حاجة اسمها ان احنا stop the count اي بالت تيجي رسم تتعد يعني ايه اللي انت بتقوله ده وقال لهم بها مثلا احديكم مثلا مثال على ولاية ويسكنسن ولاية ويسكنسن دي كان الاول اصوات جاية في ركحة لترامب وبعد كده بدأ التكافة بتاعت بايدن ترجح اكتر واكتر 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 ولاية ويسكنسن دي بالزاد سنة 2016 ايام ما كان هيلاري وترامب طلبوا اعادة العد فيها والحقيقة ترامب كسب فيها ب23 صوت فقط بس كان الفرق بينه وبين هنا ب23 صوت وكسب الاصوات على 23 دول المرات في قناة 2020 بايدن كسب ترامب ب20 ألف صوت فقالوله مش ممكن يا ترامب يكون يعني فرق في العد فيه غلط في العد يحصل لعشرين ألف هو طبعا فيه نسبة error يعني اي حاجة في الدنيا الناس اللي عارفين statistics عارفين ان فيه نسبة error فيه نسبة خطأ دايما بتحصل سواء كماشين او بنيانة لكن النسبة مش ممكن توصل لعشرين ألف يعني دي حاجة مش طبيعية فالمهم هو طلب انه يتعد اعادة الأصوات وفعلا ويسكونسين دلوقتي بتعيد اعادة العد بتاع البلد تاني هو طلب اعادة العد فيه ولايات تانية وفيه ولايات قلت له ما عندي راش مشكلة نرجع نعيد الأصوات تاني بس اعادة العد ده هياخد لغاية 3 ديسمبر مثلا ولا 4 ديسمبر فبراحتك عايز تعد الولايات اللي عندها استعادة ترجع عادة لذا فيه ولايات تانية قالت له احنا مستعدين نفتح الابواب بتاعت نتيجة تشوفه اللي احنا بنعمله لان هو كان بيتهم الولايات قال لهم فيه ولايات منع اعضاء الحملة بتوعي انهم يخشوا يشوفوا رعاة لا هي الولايات بتسمح لاعضاء الحزب اعضاء معيني من الحزب انهم يخشوا يتأكدوا ان كل حاجة بيتم كويس ففيه اعضاء من الحزب الريبوبليكن واعضاء من الحزب الديموكرافز موجودين فيه لجان مختلفة عشان يتأكدوا درجة ان فيه ولاية زي ولاية فلادلفيا عملت ستريمينج راح تفتح الكاميرات قدام الامريكان كلهم عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه اللي جان والعد بيحصل ازاي وقدينا كل انا كنا شايفين النتورت انا فتحة قدام كل النتورت كان فوكس نيوز ولا سين ان ولا اي حد من النتورت كانوا فيه يعني بس مباشر من جوه الجليجان بنشوف الحد بيتم ازاي فالكلام اللي ترامب بيقوله ده يعني مش صحة قوي يعني والحقيقة الناس كتير من مؤيدين وبدوا يتراجعوا حتى اللي فيكم بيتفرج على فوكس نيوز حتلاقوا ايه بدوا فوكس بقى طالعوا قالوا ان البرزدنت ايلكت او الرئيس المنتخب هو بايدن وبدأوا كافة ترجع تحت بايدن وبدأوا يكونجراتيليت بايدن على الكاسب يعني كتير من مؤيدين وبدأوا ايه يتراجعوا الناس اللي كانوا هزين في الشوارع وعمالين يقولوا بقى ان الانتخابات مزورة بدأوا يرجعوا تاني بيوتهم لان يعني شكلها يعني خلاص بايدن كسب باعداد كبيرة جدا صعب او يكون فيه تزوير في الاعداد الكبيرة دي لدرجة ان الحملة لدرجة ان الحملة بتاعت بايدن طلعت قالت ان محاولات ترامب القضائية ديا مثيرة للشفقة يعني لو بيعمله ده بيهزق نفسه بصراحة المفروض ان هو يطلع ويقول ان ايه ان خلاص ويعمل بيعمله حاجة اسمها يعني يطلع يقول خطاب ان هو موافق على النتيجة وان هو موافق ان بايدن يبقى هو الرئيس بتاعه وكده دا دايما يعني خطاب تنازل يعني فالتاريخ امريكا كلها المفروض ان في السباق بتاع الانتخابات اللي خسر بيطلع الاول يقول خطاب فبيطلع يقول ان هو يعني موافق على النتيجة وبيهنق الرئيس وبيعني بيروح رياضية كده واخلاق عالية بيعمل الكلام وبعدين الرئيس المنتخب بيطلع بقى يعمل ايه اللي احتفال بتاعه ويقول الخطاب استرامب اول واحد فتاق امريكا ما يعملش الكلام لا طلع قال الخطاب بتاعه وقال ان لا نتيجة الانتخابات لسه وحنشوف هيحفل ايه وانا مش طيب البيط الابيض وكلام زي جد فالحيه يعني شكل وحش اوي قدام العالم فتر بايدن ان هو يطلع هو وكاملا هارس يقول بقى الخطاب بتاعه ويكلم النيشن ويكلم الناس الشعب بقى وقال له من احنا ايه ان انا بقيت الرئيس المنتخب وانتو كلكوا اولادي وكلكوا الناس بتوقع كلكوا امريكان واحنا كلنا ايه حاجة واحدة وبتاع فالحيكا الخطاب حلو قوي بس كمال هارس كمان قالت كلمة جميلة قوي فالفيكوا عايز يتفرج عليها اكيد موجودة على يوتيوب في حتة كتيرة مهم بقى ايه الجراند فينالي ان الحملة بتاعت بايدن طلعت قالت ان يوم 20 يناير الساعة 12 الظهر بتوقيت واشنطن الحكومة الامريكية حتطلع اي حد لا يمت بصلة لبيت الابيض برا البيت الابيض وحتى لو كان فيهم دونالد ترامب حيطلعهم يطردوهم برا كلمة صعبة قوي انها تتقال وما كانش المفروض ترامب يسيب الامور توصل للدرجة دي ولكن هو داخل في الطريق القضائي وما اعتقدش الطريق القضائي حيجيب له كتير بالعكس يعني هيقلل من صورته المفروض يمشي كرئيس جمهورية يعني كده خلاص وينزل يعني يتنازل بكرامة وبتاعة تبقى شكلها احلى بس يعني هو ايه هو ليه دماغ كده المهم لو كان الفيديو بتاعي ده عجبكم وكان فيه معلومات تفيدكم ياريت تعملوا لايك وتشيرو واللي مش هعمل سبسكريبشن ياريت تسبسكرايب القناة بتاعتي محتاجاكم معاك رانيا سلطان ودي حكاة من الولاد